ثلاثون يوماً أمام فرنسا هي المهلة التي وضعتها بوركنافاسو كي تغادر أراضيها تذكر وكالة الأنباء البركنابية في بيان ليس فيه من اللبس شيء أن الاتفاق الموقع مع باريس عام 2018 المنظمة لوجود القوات المسلحة الفرنسية والذي نددت به الأسبوع الماضي يمنحها شهراً واحداً للمغادرة تشير الوكالة الرسمية إلى أن المطالبة تتزامن مع المظاهرات الشعبية في البلاد الممتدة منذ أشهر والتي تدعو إلى رحيل الجنود الفرنسيين المتمركزين في شمال الشرق العاصمة والمطلب هذا وراءه دوافع لا ريب يقول المصدر ذاته إن المتظاهرين يتهمون فرنسا بعدم القيام بما يكفي لمجابهة بلادهم الهجمات الإرهابية بل أحياناً بالتواطئ مع المعتدين ولعل جانباً من المظاهرات تلك الحشود الغاضبة التي كادت أن تحرق سفارة باريس عن بكرة أبيها في العاصمة أكتوبر الماضي والقصة هذه فاتحتها ليست هنا مطلع العام الحالي يؤكد المتحدث باسم الحكومة جون إمانويل ودراوغو أن السفير باريس لوك هاللي لم يعد محاوراً موثوقاً به بعد وصفه الأزمة الأمنية في البلاد بالحرب الأهلية والحال نفسه مع باربرا منزي المنصقة الإنسانية للأمم المتحدة لا تتوقف عجلة النبش في أصل الأزمة بين واقادوغو وباريس عند هذا الحد قبلها بشهر واحد تعلق الحكومة البوركنابية بث إذاعة فرنسا الدولية بداعي نقلها رسالة ترهيب منسوبة إلى زعيم إرهابي ونقل معلومات وصفتها بالمضللة تفيد بتعرض الرئيس الانتقالي الحالي إبراهيم تراوري إلى محاولة انقلاب ويربط متابعون إجراءات الطلاق الأمني والسياسي المتسارعة بين البلدين بتطورات شبيهة تماما عاشتها فرنسا وقواتها العسكرية في الجارة باماكو وفي ذلك تأكيد أن الصدفة إن تكررت في ربوع القارة الإفريقية أضحت واقعا لا توقعا